تعتبر مدينة القل السحرة الواقعة غربي ولاية سكيكدا وحدة من أقدم المدن الجزائرية الضاربة في أعماق التاريخ والحضارات الإنسانية فالمدينة كانوا يقولون ظهرت في سنة 430 قبل الميلاد فها هي الآن الظلمان تؤكد بالمدينة مضروبة في عمق تاريخ الإنسانية المدينة كذلك مر منها الفنيق من خلال هذا الميناء الفنيقي ومن خلال هذه البصمات وهذه المعالم الأترية التي ما زالت شهدة إلى اليوم القل مدينة جميلة وهادئة فاتنة عبارة عن شبه جزيرة تمد أطرفها داخل هذا المد الأزرق وتتوسد جبال المصيف القلي بينما يحتضنها جبل الطبان شرقا وضامب غربا في مشهد رائع غير أن كل هذه المغريات الطبيعية تبقي القل مدينة ساحلية من دون هياكل سياحية المدينة بحاجة إلى استثمارات واسعة إلى خدمات سياحية واسعة لاستقطاب أعداد كثيرة من الناس يعني لابد من التفكير في استثمار في قطاع الغباء يعني أصبح هو قبلة لزوار المدينة غير ممكن أن يأتي إنسان اليوم إلى مدينة القل عنده نقطات يزورهم يزور منها القل ويزور كذلك منطقة دومبو المطلة على البحر القل التي تنام على إمكانيات طبيعية هائلة كانت تتمتع أيضا بإمكانيات اقتصادية كبرى قضت عليها السياسات الفاشلة مع مرور السنوات فاختفى مركب الحطب ومصنع تعليب السمك وقد يختفي مركب الفلين لتختفي القل اقتصاديا وسياحيا أيضا